اشتركوا في القناة المغتربون اليمنيون مجموعة من المساعدات الإغاثية إلى إخوانهم في مدرية يافع بيمن كما وثق بالصور أحد المواطنين الصحفيين هذه المساعدات الإنسانية التي تركزت أغلبها على المواد الغذائية التي يعاني اليمنيين من شحها نتيجة استمرار الاشتباكات وعمليات النزوح المكثفة وحصار بعض المناطق محلات تجارية أيضا تخلو من السلع الغذائية مشهد قد يبدو مألوفا في اليمن نتيجة الفوضى السياسية التي تعيشها البلاد هذه الأيام فبحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فإن واحدا من ضمن أربعة يمنيين يعاني من سوء التغذية تقرير المنظمة أفاد بأن النصف اليمنيين البالغت عددهم 25 مليون مهددون غذائيا أكثر من نصف مليون شخص أصبحوا في عباد النازحين في اليمن بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنصيق حالات الطوارئ وفي قرية المشحفة في محافظة لحشة التي تقع جنوب شرق العاصمة تسبب نزوح العائلات لهذه المنطقة بازدحام شديد داخل المنازل ما دفع الأهالي إلى تقاسم الطعام تحت ظل الأشجار هل يختلف حماس الثورة عند الرجال لعنه عند النساء؟ جواب السؤال بدى واضحا في هذا الفيديو الذي يقول مرسله أنه لإمرأة حملة السلاح وتوعدت الحوثي بالهلاك انمس أمن وطنها وفيديو وصلنا من مخترب يمني بمنطقة نجران جنوب السعودية وفيه يوجه رسالة إلى أخوانه اليمنيين بطريقة غريبة حيث قام بتمزيق بطاقة إقامته مشيرا إلى أنه لا فائدة من بقائه في الغربة في الوقت الذي لا ينعم فيه وطنها بالحرية داعي اليمنيين المغتربين إلى العودة لليمن للدفاع عن وطنهم من ظلم ميليشي الحوثي أرجو من كل مغترب في السعودية أنه يروح لليمن ويحرر أرضه أبرك له واريح له وهذا تاريخ الانتهاء وهذا المقص ونقول بسم الله نذكركم كل ما وصلنا من صور فيديوهات من زملائنا المواطنين الصحفيين تتم رجعته للتأكد من مصدقيتي قدر المستطاع نحن ننتظر مشاركتكم عبر تحميل تطبيق أنا أرى بزيارة متجر جوجل في الهاتف الجوال أو زيارة صفحة أنا أرى على موقع العربية وسنختار منها ما يبث في نشرات الأخبار على قناتي العربية والحداث ضمن فقرة أنا أرى